أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين في هذه الموجة المفتوحة من كونتلا بتعاون مع الموقع الإخبار بنت نستعرض هنا الأخبار الخاصة للحرب على غزة وأمور تهم المجتمع العربي في البلاد من جميع الجوانب هذه المرة جانب تنسيق الفواكه والطبخ حيث يحمل الشاب محمد سليم جابر من الطيبة شغفا لا يكون بالطهي فهو ليس فقط شيف ماهر يعمل في مطعم إيطالي بل انخرط حديثا في مجال تنسيق الفواكه أيضا اذكرنا استكشاف هذا المجال والتميز بتنسيق الفواكه بطرق إبداعية وجذابة تضيفه جوا من الجمال والإبداع لأي مناسبة أو حدث للحديث أكثر عن عمله في تنسيق الفواكه ينضم إلينا الشيف محمد سليم جابر أهلا ومرحبا بك محمد في البداية محمد هل كانت تعرفنا عن نفسك ما الذي جعلك تكرر الانخراط في مجال تنسيق الفواكه بالإضافة إلى عملك كشيف وخاص متخصص بمطعم إيطالي أولا أنا بكيت أشتغل من كابل يعني بالمطاعم وبالهاي بس بكي بكي حاب مناسبات حفلات عنا كنت أنا سوي لهم الفواكه وسوي لهم الهاي وبكي فيه دعم بسير أن أفوت على هاي المجال والمجال عجبني يعني فاللي بلشت فيه من هاي النقطة يعني من نقطة أن الحفلات الصغيرة والحفلات حتى الأعياد ميلادات حتى كان هناك تطور بدأت بشكل بدأت من حفلات صغيرة من أشياء صغيرة حتى حفلات كبيرة وأعراف طبعا سؤال تبادر الذيني يعني كيف تجمع بين عملك كشيف بالطبخ وتنسيق الفواكه الثنتين هني نفس الجهة جهة مطابخ تنسيق الفواكه مطبخ وشيف بالمطبخ يعني كل طبخ لازم ينسك فواكه إنما كانوا أسهل من ناحية استعمالوا للسكاكين استعمالوا لكل أشياء عمليات المطبخ لأن هني هني اللي بنستعملهم بالتنسيق الفواكه بنستعملهم يوم باليوم يوم بالمطبخ كشيف يعني مطقوا بحاجة لتنسيق يعني طبعا حتى 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 الوجبات الرئيسية بالمطاعم وبالهاي هني تنسيق يعني أنت منقدر نقول أنك تستفيد من خبرتك في الطهي كشيف في تنسيق الزهور طبعا باستخدام الأدوات يعني باستخدام الأدوات المطبخية زي ما قلنا يعني أنه زي ما بنصف بننسك الصحن اللي بيطلع للناس نفس الشي بننسك صحون الفواكه يعني على نفس الأساس تكريبا دمنا إحنا بدايت بحفلات صغيرة يعني فترة الكورونا ربما آخر فترة الكورونا آخر فترة الكورونا كيف تكون بتحديد الفواكه لكل مناسبة أو حدث يعني مثلا عيد ميلاد أو عرص أو اجتماع كبير طبعا حسب أعياد ميلادات حسب الجيل إذا جيل صغير فيهم الميول تعيهم على فواكه معينة الجيل الأعراص مفتوح من ناحية فواكه ناحية أنواع الفواكه ومن ناحيةها طبعا الفواكه برضو برجع لفط المواسم عنا في مواسم اللي هنا فيهن كرس وفيهن هاي في عنا مواسم اللي هو حسب الموسم كما يعني حسب أنت قلت هنا الأطفال لهم فواكه خاص طبعا على ماذا تركز يعني في فواكه صغار الفواكه الصغاري على التوت على العنب يحبوا الأشياء التي تجذبهم للنظر خص نص الأشياء الحمر اللون الأحمر بيجذب الأطفال خاصة تقطيعها الفواكه لأقطاع صغيرة يبقى لهم أسهل يعني أنه يجذبهم أنه يكيموا الفواكه يأكلوها عادة نسأل سؤال لكل صاحب مهني يعني عن التحديات اللي بيوجيها يعني في عمله شوو يعني الصعوب اللي بتوجيها في عملك صعوبة فترات فترات هاي الشغل يعني يعني موسم أفضل من موسم بالضبط يعني حتى يعني هسا نحن في الصيف ما شاء الله هسا ما لنا فيه عراس وفيه عياد وكمان في فواكه هسا بتشثرت تنتج في الصيف طبعا بأنواحها بفترة عراس فترة الععياد كلنا مش زي فترة الشتوية اللي هو الشغل بيبكي أكل بس على الحفلات الصغيرة طيب على كل هال نريد أنا سألك يعني عن الأفكار التي تخطر ببالك لتقديم تصميمات فريدة ومبتكرة في تنسيق الفواكه اللي بتجعل زبونك سعيد بهذا التنسيق اللي مثل ما أنت عادته هنا من أي أنواع فواكه تظهر هنا يعني بشكل واضح البطيخ وموسم بطيخ وشمام والكرز كرز الجولان هذا طبعا والعنب والهننس وطبعا مش مش كوي طبعا كيف يتم تجهيز ذلك يعني أنت شخصية تكون بذلك أمانك لأنه طبعا أنت لا تعد صح الواحد تعد في الحفلات صحون كثيرة كيف تفعل بالك في معايا كان من واحد هم اللي بساعدوني بس أنا اللي مشرف على الإشي كله بالآخر يعني أنت بتحض اللمسات الأخيرة لكل صح إنه صحيح طبعا ومرات أنا حتى يعني بطرك النسويين لحالي لأنه مفيش حدي يساعد مرات أما أغلب الأحيانا فيه مين يساعد يعني في معاي أخرى اثنين ثلاث يساعدوني طبعا بتعرف أم العريس والخلاة العريس عادا بحبين يبدين رأيهم في الموضوع طبعا طبعا يعني يعرضوا عليك أفكار ثاني غير اللي أنت براسك هاي الأشي دائما دائما طينا حادت صارت معاك إنه حالما أنك تروح تصفت المزنون اللي بكله مزنون إنه هاي حطوها هاي حطوها هاي حطوها طبعا إنه كل شغل يكلو لك أين تحطها و أين تسويها بس هاي الشغل هو بالآخر برجع لإلنا زي ما إحنا بننصك الصحن الفواكه إحنا كمال بننصك البوفي نفسه مش بس بننصك الصحن لأنه الصحن هو مجرد صحن بس تتنصك تسمع أرائي تقبل أرائي طبعا نكبل أرائي حاولتك ناهمون أنتوا الصح نحن دائما لازم نسمع الأرائي الناس والأرائي الآخرين يعني وإحنا بنحاول نكنحهم بطريقتنا إذا كينا أو كينا وبالآخر هم أصحاب العرص هم اللي لازم يبقون أبسوطين أعطينا مثال شخص أو امرأة طلبت منك شيء معين أنت لم يرق لك يعني يعجبكش إنه صار عدة مرات إنه يطلبوا الصحون يبكين أعجم بعض وأشياء من هالنوع فإحنا بصفاتنا هاي إحنا شرحناهم إنه مسافة بعين لازم يبكي مسافة لازم الناس يتكسم وإنهم يأخذوا من المزنون نفسه يبكي الإشي مكسم مش كلهم يأخذوا عن نفس المنطقة عرصها يعني أنه فيك عدد ناس أو لاحظة وقوف يعني لاحظة وقوف لما هم بدون يجوا الناس إنه زي ما يبكي فيها إجتمعوا على منطقة واحدة مزبوط طب هاي فكرة منيها يجب أن تشرحها لهم يعني هاي الواضحة يعني هاي الأزيد إشي من صير معنا يعني بالعراس من عارضة طيب السؤال محمد رد أن أسألك يعني أنت شخصيا بيتابع التجاهات والتحديثات في عالم تنسيق الفواكي يعني هل هناك شخص يعني أو جمعية أو شركة تشتهر بتنسيق الظهور وأنت تتابع ماذا تفعل تتابع أنا صراحة ما تتابع إش حدا يعني من هاي المجال طبعا بأمرك عن فيديوهات عن أشياء لتنسيق الفواكي واخر أشياء من هالنوع أما بالآخر يعني الإشي برجع على إشي شخصي يعني موهبة وفن طيب على كل حال الموهبة وفن سؤالنا التالي كيف تتعامل معه موسم الفواكه المختلفة يعني بكل الأنواع من ناحية توفرها يعني يطلبونا صنفا معين وهو غير موجود يعني في السوق أو غالة ثمن اليوم حتى لو أنه صنف مش موجود بالفترة تعيته الموسمية بيكون بالثلاجات بيكون بالهاي احنا بنحاول كده ما نقدر نلبي طلبات الزبون ونوجد لهم الأشياء اللي حتى بدهم إياه ومش موجودة بالهاي يعني طلب منك جوافة بجبنهم جوافة إذا في مجال طبعا طيب نسألك الآن أنت تعمل أيضا في كشيف في مطعم إيطالي حدثنا أكثر عن المجال بماذا اخترت المطعم الإيطالي يعني بالذات الطبيق هو عالم مفتوح في الشيء له حدود يعني من أكل غربي من أكل شاركي من أكل عدة مجالات طبعا آخر آخر إشي آخر فترة لإيلي كانت بالمطعم الإيطالي لحد اليوم والمطعم الإيطالي هو كمان مفتوح على العرب بمجال كبير البيتسا والماكرونة البيتسا والرافيولي والماكرونة وكل بأنواع الأكل الإيطالي طبعا كنت موجود أننا في البلد كيف تحافظ على أصالة النكهات الإيطالية في الأطباق التي تقدمها يعني هل كنت هناك في إيطاليا مثلا وجربت المطاعم طبعا كنت في إيطاليا أكثر من مرة وجربت المطاعم ما تأكله في إيطاليا تأكله هنا في البلد طبعا حتى المحل اللي أنا بشتغل فيه يعني متميز بالمصانع تعياته كل شيء بجيبهم من إيطاليا طيب هل لديك أطباق إيطالية مفضلة بتحب تحضيرها أكثر من غيرها مش بالزبط لأنه كله كله أكل زيت وأكل مليح هناك أشيء أفضل من أشيء بالأكل طبعا البيتسا يعني هي شعبية حتى في بلادنا يعني وكل دول العالم البيتسا شعبية مظبوط بس في إيطالها تركت العجنة تعييتها اللي هي مش زي ببلادنا هنا اللي هي تركت الجبنة تركت كل الأشياء هذول المعدات اللي تتسوي مكونات البيتسا مش زي اللي عنا يعني التحين مش نفس التحين شو نسميها البنوكي لأحنا هنا بيتسا عادية بيتسا عادية بيتسا عادية مش إيطالية تركت العجنة ما هي البيتسا الحقيقي اللي بإيطاليا يعني البيتسا الحقيقي اللي بإيطاليا الجبنة جبنة والخضر خضر والزاتون زاتون وشو تغيير في طريقة التحضير تعييتها اللي هي الطحين في إشيء اسمه طحين كامح دور بكلوله بالعبرانة في الفرن مش فرن عادي طبعا فرن طبون بيبكو بيبكى هاي هو الإيطالة يعني الأصلي والبسطة وهاي نفس لإشي طبعا مع كورونا والرافيولي يعني لو طلبت منك تطبخ الآن طبخة إيطالية مفضلة شو بتختار شو بتنصحني أي أكل أزيت إشي ماشي عند العرب بحبوه الرافيولي الرافيولي أيوه طيب الآن آخر السؤال اللي سألك يا محمد سليم جابر عن خططك المستقبل يعني شو انت ناوي تعمل يعني هذا سيبقى عملك يعني بتنصيق الفواكه والمطبخ الإيطالي حاليا لا حاليا أنا ناوي أن أتكدم بالأزيت بالتنصيق الفواكه وغير عن هات يعني زي ما قلنا فترات فترات هاي الشغل بقدرش أنه أظن بس مختص طبعا في فترات اللي بكونش فيها شغل أرجع المطعم الإيطالي أما الأساس أني أتكدم مجال أزيد هل لديك مطعم خاص يعني مطعم خاص لا إذا تعمل في مكان معين طبعا طيب محمد نرجو لك توفيق دائما ومحمد سليم جابر ونأمل نتقيك في مناسبات أخرى مع أطباق جديدة وأفكار جديدة شكرا لكم شكرا لك محمد شكرا لك طاقم إذن أعزائي المشاهدين لنتوقف مع فاصل فيما نعود ونتابع ابقوا معنا